يَا أَلَّهُ يَا أَلَّهُ عندما تتكلم مع الله تعالى فإنك تختار كلماتك بعناية وكما أن جمال الناس يتفاوت من إنسان لآخر فكذلك جمال دعائهم نعم الدعاء جمال وجماله يتفاوت من شخص إلى آخر فما هو أجمل دعاء يمكنك أن تقوله لله هذا هو موضوع برنامجنا وفعلا هذا هو أجمل دعاء إلهي يا قيوم إليك أحتاج أرجوك الدمور بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه أما بعد أخي الكريم أختي الكريمة أنت كلما احتجت إلى الطعام والشراب فإنه في الغالب في الغالب سيصل إلى يديك لن تبقى بلا طعام إنهم سيشترونه وينظيفونه ويطبخونه ويقدمونه لك وإذا تأخر عليك فإنك تتضايق وتبحث عنه إلى أن تجده لكن هل تسألت مرة على ماذا سنتغذى في البرزخ؟ من الذي سيحضر لنا هذا الغذاء لنا في قبورنا؟ إن الدعاء الذي يرسل إليك من الأحياء وأنت في قبرك هو كالغذاء الذي تسلذ به الآن في الدنيا إنه سوف يزيد من رصيد أعمالك وبالتالي يزيد من سعادتك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له سواء كان ولد صالح أو غيره كل من دعا لك يصل إليك تخيل أن تكون في مكان مغلق وأنت تريد أن تزيد من أعمالك فلا تستطيع فقط تنتظر أن يأتي إليك أي شيء من شخص يعرفك في الدنيا لم يموت بعد فيدعو لك يستغفر لك طيب أنا الآن أعرف كيف أعمل الصالحات وأذكر نفسي بها وأذكر وتنفع المؤمنين لكن كيف أستطيع أن أذكر معارفي أن يدعو لي بعد وفاتي وأنا في قبري ميت كيف؟ الجواب إذا دعوت للأموات الآن فإن الله هو الذي سيتكفل بتذكير الناس لدعاء لك بعد وفاتك سيلهمهم لاستغفار لك لأن الجزاء من جنس العمل قال تعالى هل جزاء الإحسان؟ إلا الإحسان وكلما اهتممت بعباد الله في قبورهم أكثر فإن الله سيسخر لك من يهتم بك ويدعو لك بعد وفاتك أكثر واطمئن فإنه سبحانه أكرم من يومك إذا رأىك ترحم عباده فإنه سيرحمك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن يرحم من في الأرض يرحمكم من في السماء طيب ماذا أقول؟ يمكنك أن تقول أي دعاء ينفع الميت إذا لم تكن فيه مخالفات شرعية طبعا لكن إذا سألتني عن أفضل دعاء فلا أشك أنها الأدعية التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه الذين ماتوا في حياته فلن ننفع أحبابنا نحن بدعاء أفضل من الدعاء الذي نفع به رسول الله صلى الله عليه وسلم أحبابه الذين ماتوا بين يديه لأنه نفعهم بأفضل دعاء هو يعرف صلى الله عليه وسلم مثلا هناك دعاء دعاء به لأحد أصحابه الذين توفوا فقال أحد الصحابة عندما سمع الرسول عليه الصلاة والسلام يدعو بهذا الدعاء قال تمنيت أن أكون أنا ذلك الميت سأذكر لكم هذا الدعاء في آخر الحلقة إن شاء الله ولكن دعنا نأخذها خطوة خطوة الدعاء الأول دعاء الأول الميت مرة مرة دخل النبي عليه الصلاة والسلام على أبي سلم بعد أن توفي وقد شق بصره فأغمضه ثم قال إن الروح إذا قبض تبعه البصر فضج ناس من أهله فقال لا تدعو على أنفسكم إلا بخير فن الملائكة يؤمنون على ما تقولون ثم قال اسمع الدعاء قال اللهم اغفر لأبي سلم وارفع درجته في المهديين طبعا أنت تقول اللهم اغفر لتريده وارفع درجته في المهديين يعني ارفع مكانته مع الذين أنعمت عليهم بالهداية واخلفه في عقبه أي كن خليفة له بعد وفاته في رعاية أهله وأولاده في الغابرين الغابرين يعني الأحياء الذين لا يزالون باقين في الدنيا واخلفه في عقبه في الغابرين واخفر لنا وله يا رب العالمين وافسح له في قبره ونور له فيه دعاء اشرح الصدر وقبل أن أذكر لك بقية الأدعية لدي ملاحظة بعد إذنك إذا كنت ستدعو لميت فأضف في دعائك جميع المسلمين والمسلمات أيضا لماذا؟ لكي تستفيد أنت كذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من استغفر للمؤمنين والمؤمنات كتب الله له بكل مؤمن ومؤمنة حسنة بالله يعليه كم حسن في هذه الجملة؟ اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم ولا موت ستشمل جميع المسلمين من آدم إلى آخر مسلم توفي ولكن تتخيل كم حسن ستوضع في صحيفتك ولهذا لاحظ كيف أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا دعا لجنازة فإنه لا يدعو فقط للميت بل يدعو لكل مسلم ومسلم الحي والميت والصغير والكبير والحاضر أسمع صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جنازة فقال اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا وشاهدنا وغائبنا اللهم من أحيته منا فأحيه على الإيمان ومن توفيته منا فتوفه على الإسلام اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده واسمحي الآن أن أذكر لك الدعاء الثالث الذي كان يدعو به رسول الله صلى الله عليه وسلم الميت فقد كان صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إن فلان بن فلان تذكره باسمه في ذمتك وحبل جوارك فقه من فتنة القبر وعذاب النار وأنت أهل الفائي والحق اللهم اغفر له وارحمه فإنك أنت الغفور الرحيم هذا دعاء عظيم فعلا قد ينقذ الذي تدعو له أنت لو رأيت أحدا من أحبابك قد اشتعلت النيران في ثيابه وملابسه هل سوف تتردد لحظة واحدة في سكب الماء عليه وإنقاذه طبعا لا طيب دعاءك للميت كالماء والثلج والبرد فهل لا أنقذته من فضلك هل لا أنقذته إن الإنسان ربما يكون في قبره وقد كان من المفترض أن يكون قبره حفرا من حفر النار ولكن لأنك دعوت له دعوت له دعوت له فإذا قبره سيتحول إلى روضة من رياض الجنة ممكن نعم ممكن فإذا وضع الميت في قبره ففي هذه اللحظة الأفضل أن تدعو له بشيئين بالثبات عند السؤال لأنه الآن يسأل هذا مختبار مر عليه في حياته فإن جاء منه ما بعده أيصر منه وإن لم ينجو منه فما بعده أشد منه فاطلب له الثبات الأمر الثاني الذي تطلبه له المغفرة فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه فقال لمن حول القبر استغفروا لأخيكم وسلوا له بالتثبيت فإنه الآن يسأل فتقول اللهم اغفر له اللهم ثبت اللهم اغفر له اللهم ثبت وابقى فترة ابقى فترة ادعو له والله يحتاجها وحرص على أن لا تتبع فقط الأدعية يكتبها بعض الناس لمجرد أنها عاطفية أو لأنها سجاعة وقافية واحدة ليس هذا أكثر ما ينفع الميت والله الأهم الأهم أن الله يحب هذا الدعاء لا أن هذا الدعاء يعجبني أو يعجبك أو يحرك عاطفنا أو يبكينا وللعلم فإنه لا يوجد عند الله دعاء أجمل من دعاء نبيه صلى الله عليه وسلم فاسمح لي الآن أن أخبرك بدعاء عظيم آخر قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم فعن عوف مالك الأشعي رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة فحفظته من دعائه ويقول اللهم اغفر له وارحم وعافه وعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر أو من عذاب النار يقول الصحابي الذي كان يسمع هذا الدعاء من نبي عليه السادس سامه ويدعوه قال حتى تمنيت أن أكون أنا ذلك الميت من جمال دعاء النبي عليه السادس سامه وبالمناسبة يوجد دعاء أيضا ورد أن بعض صحابك كان يدعو فيه الميت يقول اللهم إنه عبدك وابن عبدك وابن أمتك كان يشهد أن لا إله إلا أنه أن محمد عبدك ورسولك وأن تأعلم به اللهم إن كان محسن فزيد في حسناته وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده أخي الكريم أختي الكريمة ذكرت لك أفضل أدعية تقولها للميت لأنها وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويمكنك أن تقولها في أي وقت ليس فقط في صالة الجنازة أو فقط عند القبر بل في أي وقت فقط انفعه وحاول أن تنقذ بها أحبابك والمسلمين فإنه ربما لا يوجد من ينقذهم بعد الله إلا أنت لعل الله أن يسخر لك من ينور قبرك بعد وفاتك سأل الله يطيل أعماركم جميعا طاعته ومرضاده وأن يغفر لموتانا وموتاكم والحمد لله رب العالمين يَا أَلَّهِ يَا قَيُّومِ إِلَيْكَ أَحْتَاجْ أَرْجُكِ بْدُمُوعِي صلّي بحبك دوم أنا العصي عسى تغفرت راعي من يرّب تلذّذ بطاعتك سعيد لبيك يا أقرب من الحبل الوريد لبيك يا أقرب من الحبل الوريد